المدرسة الابتدائية منزل نيل بقعفور كانت مسرحا لعدد من الأنشطة الموسيقية والمسرحية في افتتاح تظاهرات المسلك المسرحي بسليانة والتي ينظمها المركز الوطني للفنون الدرامية والرقحية إلى غاية الثامن من الشهر الجاري سيركوي بوان تياتر في دورته الثانية تحت اشراف جزارة الثقافة ينظم مركز فنون الدرامية والرقحية في تارلة مركزية اختارنا جملة من العروض المتميزة في الساحة الثقافية أعمال محترفة لمخرجين متميزين ومعروفين في مسرح الطفل بجميع التنوعات والجمالية تم الشعيرية في الماكين واللطفيل على سلقتهم محليهم طبيعيين وعملوا جو وحاولتنا أن نعطي حاجة من عندي أولي هو الماكياج الصغار وتتضمن التظاهر فقرات تنشيطية وعروض مسرحية متنوعة لفائدة التلميذ والإطار التربوي والأولياء إضافة إلى ورشات وندوات مختلفة تهتم بالطفل والمسرح لما باية ياسر وهي بادرة طيبة في خدمة التلميذ وفي خدمة المعلم وفي خدمة المنظومة التربوية بصفة عام باعتبار أن المسرح حاجة هامة استعملناها قبل ووزارة الإشراف تسعى جاهدة بش تكون في خدمة العملية التربوية لأنها تضيف على التلميذ وتسعى التظاهر إلى الخروج بالفعل الثقافية المسرحي إلى تلميذ المناطق الريفية وستشمل خمسة مدارس ريفية في كل من جعفور والعروسة وكسرة وسليانة الشمالية من خلال عروض موسيقية ومسرحية وتنشيطية موجهة لهذه الشريحة العمورية المسرح يخرج من العلبة متاع يخرج من الفضاء متاع والمعتاد ونمشي واحنا معتها للصغار للمناطق التي تبعد عليهم دور الثقافة وتبعد عليهم فضاءات التي توفر العروض المسرحية هذه بمعادل زوز عروض موسرحية يوميا ويشمل جملة من العروض الموسيقية وعروض تنشيطية إضافة إلى بعض الورشات الموجهة للتلميذ وأيضا للمربين في إتار اتفاق مع وزارة التربية لتكوين المعلمين في الأريف حتى تستمر العملية المسرحية وقد لقيت هذه التظاهرة في يومها الأول حضورا لافتا من الأطفال الذين تفاعلوا مع مختلف الفقرات التنشيطية والمسرحية المبرمجة